كنت مع قرار المهندس سحر قومي بتغيير جهاز الفني في الوقت اللي بقى يعنى النجح فيه لإنتخابات تن يوم أخد القرار بتغيير جهاز الفني هو والله أخذ القرار كان مفروض يتأنى وشوية الراجل ده ما بعلهش كتير بس نتائجه كانت سلبية جدا كابتن طلعت هو كانت كابتن طلعت لا كابتن طلعت ولا لا أنا بأكلم على كابتن طلعت لما أخذ القرار أول مجيء بتغيير الجهاز الفني على طول ويكون أجنبي أنا برضو ليس أخد رأيك في كان لازم كان لازم يقعد الكابتن طلعت مدرب مصري وعارف الفرق المصرية كويس وعارف اللعيبة المصرية كويسة وما كانش لسه جاب لعيبة كان هيجيب لعيبة كويسة وكان هيبقى منظرنا احسن من المنظر ده طبع كان انت بتقول ان الكابتن طلعت كان لازم يستمر على الاقل فترة غيرتا على الاقل فترة هو شوفه التغيير حصل هل كان لابد ان يكون تكملة المشوار او يبقى وجود مدير فن مصري ولا اجنابي او من ابناء الاسماعيلية ولا يكون اجنابي من وجهة نظرك انت انا كان من وجهة نظر المدرب مصري برضو عشان كان عارف اللعيبة وكان عارف يجيب لعيبة ده خطأ تاني انت شايف ده خطأ تاني برضو كان مفروض يجيب او او مدرب اقوى من براون يعني مدرب لي اسم كويس مع فجاز وكان منظرنا هيبقى احسن من كده هو والمدرب ده كان معلش المدرب ده كانت عنده فترة زهبية براون طبعا فترة التوقف بتاعت كاس الامم توقف كاس الامم وكاس العرب كان مفروض يقبى شكلنا حتى من نرجع الدوري يقبى احنا منظرنا طلع كويس في بطولة كاس الربطة بس رجعنا الدوري هل كان اختبار كاس الربطة ده اختبار حقيقي او من خلال مشاكة الفرق كل الفرق كانت بتلعب معلش بالناشئين او كانت بتجرب اللعيفة بالخاص الفرق الكبيرة يعني بالخاص الفرق الكبيرة طبعا وعلى اساس الفرق الكبيرة يعني برامز اتلقت اخر اخر فرقة في الجدول في الجدول مجموعاتك وجات كسبة النادل اسمايلي طب كنت مع استمرار براون ولا عدم استمرار ركبت لا كان مفروض براون ما انا بقول لحضرتك كابتن فاروق اخذ فترة كبيرة اها تماما في البتاءو انا كنت يعني قرار صيب بلنها bao اخد قرارو ا Oder كان لازم الراجل ياخد على ناتشين كمان كان ياخد متشين كمان ممكن كان ياخد ماتشين كمان لو ما كانش بس بس طبعاً ما بش حد بيستحمل على مدربين في اسماعلية يعني اها من يعني ما بش حد كان يستحمل براون تاني من الضغط الجماهيري هو اللي شال براون برضو الفيسبوك برضو هي اللي شالت براون منت هو اللي شال براون طيب اختيار المدير الفني المرة دي مصري وده اللي كان بعض الناس كانوا قالوا ده كان لازم يحصل ما بعدك تنطلع تسوف في ظل الأزم هل اختيار كتن حمد إبراهيم هو الاختيار الأمثل في الوقت الحالي والله هو قرار يتحط أنا طبعا ما أقدرش أنا ما أقدرش أتكلم بس الاختيار يتحط وكلنا كواحد من أبناء النادي الإسماعيلي إحنا وراء كابتن حمد والجهاز ويقدر إن شاء الله بإذن الله يقدر يخرج النادي الإسماعيلي من الموقف اللي احنا فينا اتعرض عليك أن تتبقى موجود في الجهازة كابتن؟ والله اتعرض علي ورب الله سهل يعني أنا قلت لهم في منصب أنا عاوز أمسكه وهو اللي اختار ليهم يعني اتعرض علي من من أعضاء مجلس الدرقة النادي الإسماعيلي وكابتن خالد الطيب والباشمهندس خالد والحاجة عطف وانت رفضت؟ لا ما رفضتش أنا ما رفضتش لبيتي بيتي النادي الإسماعيلي بس قلت لهم في منصب المدرب العام أنا تحت أمر النادي الإسماعيلي مفيش مشكلة يعني طيب انت شايف دلوقتي المشكلة اللي ممكن يواجهها كابتن حمد هل هي مشكلة فنية ولا مشكلة في اللعيبة في الأدوات اللي معيه ولا مشكلة مشكلة إدارية من بره بتجيلهم أو بتيجي للفريق تشايف أني وفي يوم كابتن لا أنا أصلاحنا حطينا في موقف دلوقتي الكابتن حمد مش هيقدر ولا الجهاز الفاني مش هيقدر يغير اللعيبة اللي هي جات خلاص صحيح احنا الامتقالات الشتوية خلاص راحت فهنكمل باللعيبة ديت واللعيبة ديت هي اللي حطتنا في الموقف دوت يقدر الكابتن حمد والجهاز ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم ويلموا الفرقة كويس مرانوا كويس وان شاء الله بإذن الله مبارات الجونة جونة وبفتح تخيل على النادي الإسماعيلي والمكسب بيجيب مكسب إن شاء الله بإذن الله وتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا يكرمنا والنادي الإسماعيلي نادي كبيرة جماعة يعني ما ينفعش الدور من غير النادي الإسماعيلي وما ينفعش النادي الإسماعيلي اللي يقوبة في المربع الزهبي بما يورد الله